بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة أعمال إذا عملتها جميعا فتدخل الجنة بسلام معزز مكرما دخول الملوك بخدم وحشم واستقبال هائل من ضمنها هذه المجموعة أسميها المنظومة المباركة التي بشر النبي بها أصحابه ساعة ما وصل المدينة مهاجرا إليها من مكة عندما استقبلوه ذلك الاستقبال حافل وهدأ الضجيج من هذا الاستقبال بشرهم وقال أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام بسلام كما قال تعالى ادخلوها بسلام آمنين ولا أظن أن الأمر مستحيل وربما من يسمعني كثير من الناس قد فعلوا هذا أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف ولو أن هذا في هذا الزمان الذي نحن فيه بدأ يقل كثيرا كما قال مصطفى لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة بس تعرفوا تسلم عليه وتقولوا صباح الخير أو جيد مورني أو بنجور لا تسلم على من عرفت ومن تعرف السلام عليكم هذا واحد وأن تطعم الطعام تطعم أكل مثلا تسوي غداء أطعم أبعث إلى جارك شيئا من طبخ مراقة في الاسكوب عليها ماء وأطعم جارك عندك ضيوف تطعمهم تبعث أكل بطعام لمكان ما ميتم أو مسجد أو ما شكل أطعم الطعام صلوا تفشي السلام وتطعم الطعام وتصل الأرحام إذا عندك عمات خالات إخوان أخوات بحاجة إلى مساعدة عنده حاجة عنده دين فقير عليك أن تصله وأن تصلي بالليل كما قلنا في حلقة سابقة أهل الليل أشراف أمتي كما قال نبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ إذا اجتمعت فيك هذه فكنت تفشي السلام وتطعم الطعام وتصل الأرحام وتصلي بالليل والناس نيام ولا أظن أن هذا مستحيل أو صعب جدا أن أعرف عشرات الناس يفعلون هذا عشرات حينئذ عليك أن تعلم إذا فعلت هذا واستمرت عليه وكان هذا ديدنك أنك أنت دائما تطعم الطعام بضيافة بصداقة بهدايا طعام أي أن كان وتفشي السلام عليكم السلام عليكم على من عرفت ومن لم تعرف وتصل أرحامك تتفقدهم وتصلي بالليل فإن دخولك إلى الجنة واجب حقا وإلا دخلت الجنة بسلام معززا مكرما آمنا ادخلوها بسلام آمينين حاول أن تكون من أهل هذه المنظومة ولا أظنها مستحيلة أو عسيرة بل هي يسيرة لمن يسترها الله عليه بل إن معظمكم يفعلها معظمكم يسلم معظمكم يطعم الطعام معظمكم يعني يصل أرحامه ومعظمكم يصلي بالليل ولهذا قال نبي صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيام بعد خمسة عشر قرنا هذه المنظومة لو أجريت إحصاء لو وجدت تقريبا بلا مبالغة 80% من هذه الأمة يؤديها الفرد مجتمعة يفشي السلام يصل الأرحام يطعم الطعام يصلي بالليل ولو ركعتين صلوا من الليل ولو ركعة صلوا من الليل ولو بقدر فواق ناقة والمستغفرين بالأسحار هذه المنظومة من أطواق النجاة يوم القيامة ونجاة متميزة ونجاة لها صوت فحاول أن تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد اجتمعت فيك هذه الصفات وبعثت مع أصحاب المنظومة هذه وهم زمرة عظيمة وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فنسأله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى أن نستمر أو أن نبدأ أو أن نتقن هذه المنظومة وعيوننا على الله سبحانه وتعالى أن اتعلنا من أهلها يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته